أشارت صحيفة والستريت الأمريكية إلى وجود مفاوضات مكثفة لإطالة أمد الهدن بين إسرائيل وحماس لحماية المدنيين أضفت الصحيفة أن مصر وقطر تقودان محادثات بين حماس وإسرائيل تهدف الآن إلى تمديد الاتفاق إلى ما بعد اليوم الاثنين لمدة تصل إلى أربعة أيام وذكرت والستريت نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثات أن المفاوضين يناقشون إمكانية إطلاق صراح ما لا يقل عن 20 محتجزة أخرى من النساء والأطفال مقابل إطلاق صراح المزيد من السجناء الفلسطينيين وتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة